تزامنا مع اجتماع الحكومة أهالي العسكريين يقطعون شارع المصارف سنروع سجن روما نعطي المسجين لجابة النصرة وداعش ونجيب ولادنا من جابة النصرة أبو فعور للمعتصمين المفاوضات امطلقت وقطعت أشواط جيد جدا ودخلت في مرحلة إيجابية كبيرة القضاء العسكري يصدر مذكرات القاء قبض بحق شاد المولوي وأسامة منصور نتنياهو يحذر أوباما من اتفاق مع إيران يحولها إلى قوة نووية أهلا بكم في نشرة الظهيرة أهالي العسكريين نقلوا تحركهم اليوم إلى محيط السرايا الحكومية تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء المتواصلة منذ الحادية عشرة من قبل الظهر الأهالي جددوا مطالبة الحكومة بالإفراج عن مبدأ المقايضة كسبيل لإطلاق أبنائهم المخطوفين لدى تنظيم داعش وجبهة النصر وهم قاموا بخطوة تصعيدية تمثلت بقطع شارع المصارف المؤدي إلى السرايا لساعتين تقريبا قبل أن يفضوا اعتصامهم ويبرحوا الساحة حتى قبل انتهاء الجلسة الوزرية إذ يبدو أن التطمينات التي نقلها إليهم الوزير وأل أبو فعور باسم رئيس الحكومة والنائب جملاط واللواء عباس إبراهيم أثلجت قلوبهم فقرروا عدم الانتظار تحت أشعة الشمس الحارقة أبو فعور أكد للأهالي قبيل بدء الجلسة أن المفاوضات انطلقت وقطعت أشواطا جيدة جدا ودخلت بمرحلة إيجابية وأن القوى السياسية مجمعة على ضرورة إيجاد حل لقضية العسكريين المخطوفين من جهته أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق من السرايا أن هناك تقدما في موضوع المخطوفين ويجب إنقاذ عرسال من الاحتلال والوصول إلى اتفاق بالتشاور قضائيا أصدر قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبي قرارا اتهاميا في قضية انفجار طلعت الجنان بطرابلس الذي وقع في آب الماضي وشمل القرار ثمانية موقفين وثلاثة فرين من بينهم شادي المولوي وأسامة منصور بجرم تأليف عصابة مسلحة للقيام بأعمال إرهابية وأصدر مذكرات إلقاء قبض في حقهم وأحالهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة نبدأ إذن من الملف الساخن على طاولة مجلس الوزراء وما آلت إليه المناقشات حتى الآن في قضية العسكريين مباشرة من السراية مع الزميل رامز القاضي رامز ماذا في جديد جلسة مجلس الوزراء نعم كلارا لك ملف بداية ملف العسكريين المختطفين وعلى عكس باقي الجلسات الأخيرة هذا الملف ترك مبدئيا لآخر الجلسة وبالإجمال وبحسب مصدر وزاري لقناة الجديد فأن هذا الملف هو أصلا على طاولة البحث في خلية الأزمة الوزرية وبيد اللواء عباس إبراهيم لذلك وبما أن مواقف كل الأطراف السياسية المشاركة داخل الحكومة أصبحت معروفة سواء من مسألة المقايضة من عدمها لذلك البحث داخل هذه الجلسة يعني هو سيكون كلام مكرر وغير ذي جدوى لذلك هذا الملف هو ترك لي خلية الأزمة أصلا المشارك فيها عدد من الوزراء ممثلي يعني تقريبا الكتل الوازنة داخل الحكومة وهو يتابع من قبل وزير الداخلية يعني الذي سيضع الحكومة بصورة وتطورات هذا الملف هذه الأجواء عكسها أصلا في تصريحه الوزير والأبو فعور الذي أوفد من الحكومة للاعتصام خارج السراي وقال أن هذا الملف قطع أشواطا أو تطورات ملحوظة بهذا الملف وقال أن الحكومة هي مع إطلاق يد اللواء عباس إبراهيم وخلية الأزمة في هذا الملف وزير الداخلية ولد دخوله إلى الجلسة كان له تصريح لافت في مسألة ملف آخر سيطرح من خارج جدوى الأعمال على هذه الجلسة هو مسألة مخيمات النازحين السوريين لا سيما في بلدة عرسال قال أن يجب تخليص عرسال من هذا الاحتلال وهناك طرح لنقل المخيمات من داخل البلدة إلى خارجها علق مثلا على هذا الملف الذي أيضا سيطرح من خارج جدوى الأعمال الوزير جبران بسيل أن أهم لف النازحين أو مخيمات النازحين تم تخطيه ولن يقام أي هناك من مخيمات حتى لو بعد مئة سنة بحسب تعبير بسيل إذن مجلس الوزراء باشر منذ تقريبا حوالي الساعتان بمسألة بجدوى الأعمال العادي من 65 بند سيقتصر التصريح أو التأكيد على مسألة المختطفين العسكريين بكلام سياسي لرئيس الحكومة فيما هذا الشق سيترك لخلية الأزمة وتحديدا أيضا لوزير الداخلية كان هناك بعض الكلام السياسي للوزراء عبروا عنه لدى دخولهم إلى الجلسة جريا على العادة كان موقف يعني كرروا موقف وزراء الكتاب على حكيم سجعان أزي كرروا موقفهم من مسألة رفضهم للمقايضة وتأييدهم لمسألة مفاوضات تحفظ كرامة الدولة وفي نفس الوقت تعيد العسكريين المختطفين يعني فيما كان الوزير فنيش ووزير حزب الله أكد أن هذا الأمر متروك للحكومة وهم من اللحظة الأولى مع موقف الحكومة يعني التواصل مع الخاطفين لمعرفة مطالبهم وبالتالي التحرك على ضوئها إذن هذه هي الجلسة من المنتظر يعني أن تطول لأن البنود كثيرة في جلسة مجلس الوزراء فيما كانت الحكومة تعقد جلستها في سرايا الكبيرة وتناقش قضية العسكريين اللبنانيين المختطفين على يد تنظيمين نصرة وداعش منذ 62 يوما كان أهالي العسكريين الذين تعبوا من استمرار هذا المسلسل المأسوي يعتصمون في محيط السرايا تحت أشعة شمس تشرين يرفعون صور أبنائهم العسكريين والأعلام اللبنانية يصرخون عاليا ويطالبون المسؤولين بالإفراج عن مبدأ المقايدة كسبيلا لإطلاق أبنائهم المختطفين وفي خطوة تصعيدية انقطع الأهالي لبعض الوقت شارع المصارف بأجسادهم مانعين السيارات من المرور هايدي رسالة بنوصلها لتمان بقاك سلام إذا اسم على مصمة إذا مش هيعطينا كلام موسوء ويضل ويضل نقول الحق الكذاب عباب الدار حنروع سجن روما نعطي المسجين لجابة النصرة وداعش ونجيب أولادنا من جابة النصرة نتمنى على دولتنا على حكومتنا تضحي من كبرياءها وتفرج عن أولادنا وتقامل بالمقايضة لأنه بالنهاية ما راح يصحر برا ترجع تعطي مقايضة 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 يتفضل يعيد معنا وهلأ نحن سكرنا الطريق هون قدام السرايا الحكومة لن نفرج عن هذه الطريق إلى أن يفرج عن قرار المقايضة التي سيحل مشكلة أبنائنا وقبل قطع الطريق انضم وزير الصحة وائل أبو فعور إلى المعتصمين في محيط السرايا وعمد باسم رئيس الحكومة ورئيس اللقاء الديمقراطي إلى طمأنتهم والتأكيد أن الأمور تتحرك إيجابيا وما أستطيع تأكيده من معلوماتي من رئيس الحكومة من اللواء إبراهيم اللي نحن على التواصل اليومي ودائم معه والذي يبذل جهودا كبيرا ما معالي وزير الداخلية أن الأمور تتحرك إيجابا بشكل كبير وما كان حاصلا سابقا من انسداد في أفق التفاوض هو أمر تجاوزناه بنقبل أنه ما كان حاصلا من تهديد يومي بالقتل أيضا أن نكون قد تجاوزناه المفاوضات انطلقت وقطعت أشواط ودخلت في مرحلة إيجابية كبيرة وبأمل أنه إن شاء الله وفق المتوقع أن نشهد تطورات إيجابية ودعى أبو فعور إلى إطلاق يد الرئيس سلام واللواء عباس إبراهيم لإيجاد الحل الذي من شأنه أن يوصلنا إلى نهاية سعيدة لقاء جمع الرئيس باراك أوباما برئيس حكومة العدو بن يمين نتنياهو والبيت الأبيض يعرب عن قلق واشنطن إزاء استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات دعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تغيير الوضع القائم حاليا بين الإسرائيليين والفلسطينيين وذلك خلال أول لقاء له مع رئيس حكومة العدو بن يمين نتنياهو منذ اندلاع حرب غزة الصيف الماضي وقال أوباما أن الوضع الراهن بين الطرفين غير قابل للاستمرار مؤكدا على ضرورة إيجاد سبل للحفاظ على سلامة الإسرائيليين من الصواريخ العابرة للحدود وتجنب الخسائر البشرية الفلسطينية في غزة وأعرب نتنياهو من جهته عن التزامه بالتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين يلبي احتياجات إسرائيل الأمنية وأضاف أنه ما زال ملتزما بحل الدولتين والاعتراف المتبادل بين إسرائيل والفلسطينيين وفيما يتعلق بالموضوع النووي الإيراني أبلغ نتنياهو أوباما أنه يأمل أن يتأكد الرئيس الأمريكي من أن أي اتفاق نووي نهائي بين إيران والقوى الكبرى لن يسمح لطهران أن تصبح قوة نووية من جهة أخرى أعرب البيت الأبيض عن قلق واشنطن إزاء استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وهو أمر من شأنه تصعيد التوتر بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إن مواصلة بناء المستوطنات يواجه رسالة مقلقة جدا وذلك يؤدي إلى إدانة المجتمع الدولي لإسرائيل وإلى إبعاد إسرائيل نفسها عن أقرب حلفائها وإلى تسميم الأجواء ليس فقط مع الفلسطينيين بل أيضا مع الحكومات العربية التي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إنه يريد أن يطور معها العلاقات ودع البيت الأبيض العالم إلى مضاعفة الجهود لإرساء الثقة وإشاعة الهدوء واستئناف السير في درب السلام في وقت أعطت السلطات الإسرائيلية موافقتها النهائية على بناء 2600 وحدة سكنية في حي جفعات همتوس الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة قرار اتهامي بحق شادي المولوي وأسامة منصور وأمير منصور في قضية انفجار طلعة الجنان في طرابلس أصدر قاد التحقيق العسكريين بالوهب قراراً تهمياً في قضية انفجار عبوة في محلة طلعة الجنان في طرابلس في التاريخ الثالث من آب عام 2014 أدى إلى استشهاد المواطن عصام الشعار واتهم القادي وهب ثماني موقفين وثلاث فرين من وجه العدالة هم أسامة منصور وأشهد المولوي وأمير منصور بشرم تأليف عصابة مسلحة بهدف القيام بأمال إرهابية والنيل من سلطة الدولة وهيبتها سنداً إلى مواد تنص على العقوبة القصوى وهي الإعدام وأصدر مذكرات إلقاء قبض في حقهم وإحالتهم أمام المحكمة العسكرية للمحاكمة كذلك أصدر قاد التحقيق العسكري فادي صوان قرارين اتهاميين سنداً إلى مواد تنص على عقوبة الإعدام القرار الأول في حق موقوف وسبعة لبنانيين فارين من وجه العدالة في جرم تأليف عصابة مسلحة بهدف القيام بأمال إرهابية والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها وعلى الاقتتال المذهبي بين بيب التبينة وشبل محسن وأصدر مذكرة قبض في حقهم وإحالتهم أمام المحكمة العسكرية للمحاكمة أما القرار الثاني فكان بحق السوري الموقوف خالد رحال في جرم الانتماء إلى جماعة السوري أبو خالد السريع في واد حمية في جرود عرسال وتأمين الأسلحة والذخائر له أي لللواء الإسلام كما أصدر مذكرة القبض في حقه وإحالته إلى محكمة العسكرية للمحاكمة بعد الفاصل اشتباه بحقيبة في صيدا أهلا بكم من جديد أفاد مراسلنا في صيدا عفيف الجردلي عن الاشتباه بحقيبة قرب حاجز الجيش عند جسر الأول مدخل صيدا الشمالي تبين فيما بعد أنها خلية من أي متفجرات وكان الجيش قد قطع الطريقة في المنطقة فور الاشتباه بالحقيبة ما تسبب بزحمة سير خانقة وبعد كشف الخبير العسكري على الحقيبة تبين أنها تحوي كتبا مدرسية وقد أعد الجيش فتح الطريق أمام المواطنين بشكل طبيعي زار السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي عين التيني حيث تناول ورئيس مجلس النواب نبي بري العلاقات بين البلدين خصوصا في مواجهة الإرهاب العابري للحدود التركيز كان على ضرورة هذا ما ركز عليه دولة الرئيس ضرورة التنسيق بين البلدين بين الحكومتين بين الجيشين الهروب من هذه الحقيقة تضعف الحملة في مواجهة هذا الإرهاب ولا تحسن لا إلى المخطوفين ولا إلى الجيش اللبناني في معركته المحقة والشرعية والتي نحن في سوريا نثق بأن لبنان سينتصر في هذه المعركة كما ستنتصر سوريا سوريا التي افتتحت وما تزال وصمدت عبر أكثر من ثلاث سنوات ونصف في مضمون الاجتماع بين جملات ووفد حزب الله برئاسة النائب محمد رعد في كليمانسو أمس أكدت مصادر مشاركة في اللقاء أن التطرق إلى انتخابات الرئاسة ورد عرضاً وأن النقطة الأهم تناولت تجنب الفراغ في المؤسسات الدستورية حيث اتفق الجانبان على أن التمديد للمجلس النيابي أصبح ضرورة لتجنب الفراغ وأشارت المصادر إلى أن جملات استعرض أمام وفد حزب الله وجهة نظره المؤيدة لمبدأ المقايضة في سبيل تحرير العسكريين وأن مفده إلى الرابي النائب أكرم شيب كان قد أثار هذا الموضوع مع العماد ميشيل عون وفي محصلة اجتماعي الرابي وكليمانسو لا عون ولا حزب الله أعطى موافقات مباشرة على هذا الموضوع لكنهم في الوقت عينه بدأوا متفاهمين لحجم المشكلة ولوجوب التعامل معها بروية وهدوء في سبيل إبرامي توافق وطني شامل يتيح تحرير العسكريين الأسرى لدى المجموعات الإرهابية استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان السفير الإيراني في لبنان محمد فتح علي وأجر التباحث في القضايا الإقليمية والمحلية وأكد قبلان أن لبنان سيكون أكثر استقرارا بفعل جهود بنيه وتبنيه أو تضامنهم ودعمهم أشقائه وأصدقائه وفي طالعتهم إيران التي تشكل ملاذا للشعوب المستضعفة بوصفها سلاحا للأمة يذود عنها الأخطار والمؤامرات استقبل الشيخ قبلان النائب البطرياركي العام المطران أنطوان العنداري وموفد البطرياكر جريغوريوس الثالث لحام المونسنيار شرب الحكايم عفوا ووجها إليه دعوة لحضور مؤتمر العائلة وتحديات العصر في الشرق الأوسط في السابع وثامن من الشهر الحالي في الربوي بعد الفاصل عقب لسجوده في الملعب أهلا بكم من جديد كر وفر بين داعش والبشمركة على الحدود السورية العراقية مع تقدم للقوات الكردية بمساندة من عشائر سنية هفاد مصدر أمني في محافظة ديالة بأن عنصرا من تنظيم داعش قتل فيما أصيبت ثلاثة من قوات البشمركة في اشتباك مسلح شمال شرق بعقوبة وفي المعلومات أن خلية مسلحة مرتبطة بتنظيم داعش هاجمت أحدى نقاط المرابطة الأمنية في أطراف منطقة نقش بندية قوات البشمركة نشرت تعزيزات في محيط منطقة الحادث لمجابهة أي هجمات محتملة وتتعرض قوات البشمركة المرابطة في محيط ناحية جلولاء إلى هجمات بين فترة وأخرى من قبل تنظيم داعش الذي يسيطر منذ نحو شهرين على مركز الناحية وكان نقل أن مقاتلي البشمركة سيطروا على معبر ربيع الحدودي مع سوريا بمشاركة مقاتلي العشائر السنية ضد داعش في تطور لافت في المقابل تضاربت الأنباء حول تمكن مقاتلي تنظيم داعش من السيطر على المدخل الرئيسي لبلدة كوباني غرب كردستان التي يحاصرها التنظيم منذ أيام وأشرت معلومات إلى أن إرهابيي داعش تقدموا باتجاه مدخل المدينة وسيطروا على إذاعتها بعد اشتباكات مع القوات الكردية فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي داعش ما زالوا يتمركزون على بعد ثلاثة كيلومترات من المدينة لاعب مسلم في كرة قدم أمريكية يعاقب لاحتفاله بهدف له بالتزحلق ثم السجود عاقب اتحاد كرة القدم الأمريكية اللعب المسلم إحسين عبد الله لسجوده فوق أرضية الملعب بعد تسجيله هدفا في المباراة التي فاز فيها فريقه كانزاس سيتي على نادي نيو إنجلند باتريوت وعلى الرغم من أن ما فعله يخرج قواعد المبالغة في الاحتفال المحضرة من قبل اتحاد اللعبة إلا أن هذا الاتحاد تعرض الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وجاء في التعليقات على موقع تويتر أن الكثير من اللاعبين المسيحيين يرسمون شارة الصليب احتفالا بتسجيل الأهداف ذلك فيما لا يزال غامضا ما إذا كانت العقوبة بسبب سجوده أو تزحلقه بعد التسجيل عبد الله أكد أن حكام المباراة لم يقول له شيئا وقتها لكن المدير الفني أبلغه بأنه معاقب بسبب التزحلق داعش والنصر تدخلان حتى في رغيف خبزنا اليومي وإن بوسائل مختلفة تقرير نوال بري ما عادت عن سورية عدد لا يستهان به من اللبنانيين تقتصر على النازحين السوريين الهاربين من المعاناة والمأساة في بلادهم وحسب بل ها هي الشائعات الخطرة تستهدف وبشكل مباشر شركات أصحابها سوريون وبعض عمالها كذلك لتشنى حربها اليوم على رغيف الخبز والكعك معه فقد انتشرت أخيرا على مواقع التواصل ورسائل الواتساب أخبار تقول أن أفران شمسين تمول جبهة النصرة باعتبار أن عددا من مؤسسي هذه الشركة سوريون مقيمون في لبنان ومنهم الأشقاء أحمد وموسى وعبدالله القادري وهم أول مؤسسي الشركة ولأن تهمة تمويل الإرهاب جريمة كبيرة وتهديد للأمن القومي ذهبنا إلى شمسين لنرى ما إذا جرى ختمه بالشمع الأحمر من قبل القضاء وإن كان تحت أرغف الخبز هذه مواد متفجرة فكان أحد المؤسسين بالمرصاد ليدافع عن رزقه هيدا الحكي كله كذب يعني ما في منه لا من قريب ولو من بعيد أول شي شركة أفران شمسين شركة لبنانية 100% شركة محدودة المسؤولية وتأسس السنة 1986 طيب كيف بيجوز هيدا الحكي اللي بينحكي عن ريف الخبز والريف الخبز ما بيتسيا هيدا ريف الخبز بتعمل كل العالم صارت سابقاً عنا هيدا الشغلة عدة مرات ووصلوا لنتيجي معينة ووصلوا لنتيجي وليعبة أولاد بأولاد يعني شركة أفران شمسين فيها شركاء لبنانيين معظمهم لبنانيين فيه سوريين معه جلسية لبنانية يعني جميعهم لبنانيون ولكن بعضهم كان فيه معه جلسية سورية ولا يزال بعضهم بروح بيجع سوريا عندهم مصالح بسوريا عندهم بيود بسوريا وعندهم مؤسسات أفران بسوريا ما بتعاطوا بقى السياسة مع أحد ما عندهم خلفية سياسية لا سابقاً ولا لاحقاً ولا هلأ الغالية من هذه الأشياءات اللي عم تطلع أسبابها يمكن يكون عملية تشويه أو إشاعات أو كلام حكي على بسعط ولكن نحن نحطها بخانة المزحة غير المشروعة إلى الشركة السورية الثانية المتهمة واتسابياً توجهنا وهي التي نالت الحصة الكبرى من الشائعات بل البعض وثق كلامياً وجودة كجة لدعم الثورة السورية في فروعها حتى أن البعض أشاع أن داعش تتغلغل بين عمالها وهنا ذهبنا إلى الفرع الأساسي وكنا على وشك ارتداء أدرع لعل أحد الدواعش قرر تفجير نفسه في أثناء وجودنا هناك فكانت النظرة الأولى قبل الحديث على القجش وكثيرة هي ومتنوعة وتشمل جمعيات لعدد من الطواف جملة وتفصيلة نحن ضد هيك مجموعات أكيد اليوم بيقولوا فيه أجي كانت من أول الثورة السورية كان نحط أجي عند أبو عرب البعض بيقول إيه ما أنا شفته هلا اللي شافها من حيث المبدأ كان يصورها أي أجي نحن بتنحط ما بنمنع أي حدا نحط أجي بس يكونه شيء منظم في القانون في الدولة كيف مرة نحط شيء أجي خاصة بي سوريا؟ أبداً تم تعرض التهجم على محلكم خبنا تفاصيله شو ليسا؟ كسروا أخذوا الكاشير بالحدث وبالعشوة فات حد نعمل غندور فاتوا لجوة المحل كسروا الأيسيات والكاشيرات لن نمعارضين ولن نمواليين نحن جماعة ركدين ورا شغلنا وبنفس الوقت يعني ما عنا لأتجاه سياسي ولم نتعطى سياسي بالأساس كيف فضاكم بسوريا؟ طبيعي 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 أنا من شهرين طلعت بصبور من السفارة وجددت لمرتي وولادي بصبورات كمان وطبيعي اطلعوا عادية أكيد 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 أما العمال فيؤكدون أن السياسة ممنوعة في المحل ووسط ما في حدا بيحكي بالسياسة نحن هون من الصباح للمساء نعم نشتغل ورا رزقتنا يعني عم نركن أنا الجماعة اللي معهم تقريبا شي خمس سنين ومش فتممنا لكي الخير ولا بيدخلوا بقصة سياسة ولا شي نحن نحن نحكي بالسياسة نحن بشغلنا بس أول شي نحن أي إنسان بيجي لعنا بده يشتغل بنعرف شو ماضي بسوريا وحتى إذا كان من برى المنطقة اللي نحن نسكن فيها بسوريا وفي زمن الإرهاب باتت داعش وعميلا مأجورا لدى الشائعات ومادة دسمة في سوق المنافسة أما العنصرية تجاه السوريين في لبنان فباتت خبزا اليومي نوال بري قناة الجديد ماذا فعل النائب السابق مصباح الأحدب في وكر التطرف وهل يصبح الناطق الرسمية باسم المطلوبين في طرابلس مقابلة خاصة أجرتها معه يمن فواز بعدما استثني النائب السابق مصباح الأحدب من قبل حلفائه عن المعادلة الطيرابلسية وفي الوقت الذي يتخلون فيه عن معادلة باب التبان جبل محسن يطل الأحدب من المواقع الأمنية التي اختلقوها ليعلن مخالفته لهم وليتبنى المطلوبين الذين تخلت عنهم الزعمة السنية فإذ بالنائب الطيرابلسي المعتدل يلتك المطلوبين شادي المولوي وأبو عمر منصور في مخاب إهماء في باب التبان ولكن قبل الحديث عن اللقاء من هما؟ شادي المولوي معتقل صابق بتهمة الانتماء إلى القاعدة ولا يخفي انتمائه إلى جبهة النصرة وإن كان يستهويه تنظيم الدولة الإسلامية وعلى الخطى نفسها أبو عمر منصور أنا طلبت أني يشوفهم للشباب لأنه أنا مثل كل مواطن بطرابلس عم بقرب الجرائد عم بتحضر ضربة كبيرة لطرابلس التخلص من مربع أمني نحن بطرابلس ما رأيت علينا عشرين جولة وصار في عنا تقريبا أربعمائة ضحية من عادة شهداء الجيش اللي أني أولادنا استشهدوا بطرابلس اليوم عم تتحضر مواجهة طيب بالآخر أنا ماني شايف حدا عم بيتحرك لتفادي أي مواجهة بطرابلس يعني ما حد طلع داعش يا ستة أنا بني داعش وبعدين اليوم يلي عم بيجربوا يقولوا عنهم داعش بطرابلس هني عمليا عندهم اتصال مع جابة مصر ما مع داعش ما فيش شي اسمه داعش ينادي الأحدب بمسامحة آلاف المطلوبين لمنع جولة جديدة في طرابلس مؤكدا أن المشكلة في الظلم لا في التشدد أي مطلب كانت رحت حتى اطلع على وجهة نظرهم شو كان مطالبهم؟ مطالبهم بدك أنا ماني مكلف اني انقل المطالب أنا بالآخر ابن طرابلس كانوا هني بيعرفوا الشباب اللي زرتهم أنا مبارح أنا لاقوا شاطرهم الرأي بالنسبة للدولة الإسلامية وليك أنا حكما بشاطرهم رأيهم بالنسبة للظلم اللي عم بيطال شريحة كبيرة من أهل طرابلس اسيا ما هني أنا اللي بتمنى أنه يصير هو أنه نتفادى مواجهة مع شريحة طويلة عريضة من أهل طرابلس اللي هني اللي هني اللي هني اللي يوم معتبرين أن كلهم صاروا إرهابية من وراء تصرفات الدولة وغياب الدولة شخص بيهلل بالتفجيرات وفيه شخص بيهلل بيدبحة للجيش اللبناني ما فيه إضغاضة عن النظر أنه هيدا شخص فكره إرهابي وصلوكه إرهابي ما فيه يشوفه في كتير في كتير بالبلد صاروا بهالاتجاه طيب شو الهدف يعني اليوم لازم يكون فيها تجيئتها أنا بدي أحكي معه أنا بدي أحكي معه شو الهدف الهدف في الناس بنا نعمل معهم مشكلة نروح نضربهم وناس سنين ما فينا نحكي معهم شو كان اللقاء هيدا اللقاء بديك تسمحيلي خليه لقلي لأنه أنا اليوم ما عم منسق مع حدا من الدولة اللبنانية اللي بترفض التنسق معنا الدولة اللبنانية بتحكي معهم مباشرة يسألوا هيدا بتسألون هي مباشرة الدولة اللبنانية على مدى عشرين جولة كانت عم بتنسق مع رؤسة المحاور بوقتها يا ستي النواب أنا ما بطلب منهم شي وزعماء طرابلس ما بطلب منهم شي بس بطلب من الشيخ سعد الحريري اللي هو بياخد قرار عن جزء كبير منهم أنه بالآخر إذا بدك تعمل تسوية ما بتقدر تتخلع عن الناس اللي يوقفوا معك عالطريق كيف متحان شوفك بجبل محسن؟ جبل محسن لو لا اسألت عني من جمعة الماضية كنت أطيتك موعد جبل محسن بدك جمعة تجيب وأتبديك جبل محسن بطرابلس يعني جولات الأحدب لن تنتهي عند لقاء واحد وتواصله سيشمل جميع المطلوبين فهل يضع في معادلته فتح خط آمن إلى الجبل أيضا؟ ابن فواز قناة الجديد مقام بين يمين بن النبي عقوب والأخ الأصغر للنبي يوسف في محبيت جنوب لبنان تحقيق هادي الأمين بن يمين بن يعقوب الأخ الأصغر للنبي يوسف من أمه وأبيه مدفون في بلدة محبيب الجنوبية هذا ما تشير إليه لوحة حديدية وزع اتحاد بلديات جبل عامل على الطرقات المقام رممته الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما يشير خادمه عدنان جابر هو قد ذاع سيته بعد عرض مسلسل النبي يوسف بن يمين بن يعقوب بن النبي عقوب عليه السلام أقول للنبي يوسف يعني حتى يا بن يمين مذكور بالقرآن بس مش مسمى بالإسم مذكور بس بدون إسم يعني إذا بترأيت يوسف واللي بفسرها بيعرف أنه مذكور بالقرآن بعد مسلسل النبي يوسف طبعا اللي جبوه على التلفزيون نعرف المقام أريد منكم الآن أن تجلسوا بنحو يتقابلوا فيه الإخوة من الأم الواحدة أنت لماذا بقيت وحيدا لم أجلس لأن لا أخلي من أمي فقد أمرتم أن يجلس أبناء كل أم متقابلين يتوافد الكثير من الجنوبيين إلى المقام للتبارك والصلاة وبعضهم يربط المحارمة على شجرة البطم المعمرة في الخارج الأمر الذي يعتبره الخادم بدعة والبدعة حرام هذه الشجرة هي شجرة بطم هذه أديم كثير يعني يمكن لا أنا بوعاها ولا بي ولا جدي أديمي أكيد طبعا سيارة كذا سنة يعني ألف سنة ألف سنة ما حدا بيعلم الآن بيجوا الزوار بيربطوا علي أنه بيتوسلوا بها البطن هو غلط لأنه ربط المحارم بدعة والبدعة حرام أنيلنا كل شي هو يخيل النبي يوشيف وبني عقوب بيعنيلنا كل شي مثل أي نبي يعني بيعنيلنا من جميع الطوف بتيجي عليه ومن كل مش بس من لبنان حتى من السعودية بيجوا من الكوات من الإمارات من البحرين حتى يعني في مرات بيجي أجانب كمان هو مقام عمره أكثر من أربعة ألاف عام يعبق بالتاريخ وتغيب عنه الدولة اللبنانية كما تغيب عن كل ما يتعلق بتاريخها وفي ختام نشرتنا نذكركم بأبرز العنوين كان في النشرة تزامنا مع اجتماع الحكومة أهل العسكريين يقطعون شارع المصارف يا تمام يا سلام بالطريق ضد النار سنروع سجن روما نعطي المسجين لجابة النصرة وداعش ونجيب ولادنا من جابة النصرة أبو فعور للمعتصمين المفاوضات انطلقت وقطعت أشواط جيد جدا ودخلت في مرحلة إيجابية كبيرة القضاء العسكري يصدر قرارا اتهاميا بحق شاد المولوي وأسامة منصور ناتنياهو يحذر أوباما من اتفاق مع إيران يحولها إلى قوة نووية هذا كان كل شيء في نشرة ظاهرة من قناة الجديد شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة